أدانت نقابة المعلمين اليمنيين الجريمة الآثمة التي طالت الأستاذ ضياء الحق الأهدل في مدينة تعز السبت الماضي وقالت النقابة في بيان إن الفقيد كان بطل معارك المعرفة والسلام والوفاق وقد شكلت عملية اغتياله ضربة كبيرة للوسط التربوي والمجتمع المدني ولدعوات السلام والتوافق بين المكونات الوطنية في هذه المحافظة ودعو البيان السلطات المحلية في تعز إلى سرعة كشف نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال الأهدل وإحالة القتلة إلى الدوائر والمؤسسات العدلية والقضائية لينال جزاءهم العادل كما دعو البيان كافة نقابات التعليم والمنظمات الدولية ذات العلاقة والمنظمات الحقوقية وكل أحرار العالم للسنكار الجريمة وكل الجرائم التي تطال معلمي اليمن ترجمة نانسي قنقر